السلام عليكم وحياكم الله من جديد اليوم راح نرجع نتكلم ان شاء الله عن العناصر في الستوري بورد ورح ناخذ السيجمينتد كنترول الفكرة مننا زي ما هو واضح امامنا الآن في الشاشة المحكاة والسيميليتر مجموعة من الخيارات ممكن يكونون خيارين أو أكثر ممكن يكون نص أو ممكن يكون أيقونة مثل الخيار الثالث والرابع فأنا بناء على اختيار المستخدم لهذه الخيارات أقدر أوصل للقيمة اللي أختارها يعني مثلا عندي يكون فورم للتسجيل فيدخل المستخدم اليوزر نيم الإيميل الباسورد إلى آخره فلما أجي عند الجنس ذكر أو أمثى أضع له في سيجمينتد كنترول ميل في ميل أو في مكان آخر مثلا تطبيق لعبة كنا نسويها فنطلب من المستخدم يحدد المجال اللي هو يبغى يدخل فيه في اللعبة فيكون عنده أربع مجالات مثلا أو ثلاث مجالات فيحدد هل يبغى الأول أو الثاني أو الثالث أي مجال يبغى يلعب فيه عشان يبدأ يعطيه مراحل على حسب المجال اللي هو اختاره أو ممكن خلينا نقول مثلا تطبيق للغة الإنجليزية فيقول لك إيش الليفل اللي تحب تبدأ فيه هل تبدأ بليفل مبتدئ متوسط متقدم أو احترافي إلى آخره فالفكرة أنه يكون عندي مجموعة خيارات أعرضها للمستخدم يعني خيارات محدودة ثلاثة أربعة ثنين أحدد منهم خيار واحد فيعطينيها بشكل جدا مرتب وأنيق وأقدر أتقل فيها بأنيميشن حلو برضو أقدر أغير اللون الخاص بالselected أقدر أحط نص أو أحط أيقونة وأقدر أغير أيضا الـ background فالدرج جدا بسيط وسهل خلونا نقول بسم الله ونروح على الـ Xcode الآن أنا إنشأت مشروع جديد وعندي في الـ storyboard راح أبدأ أضيف السيجمنتد على الواجهة فـ command shift L من اللايبراري نبدأ نبحث عن segmented control هذا هو الآن نبدأ نضيفه على الواجهة بايدفول تكون عندي خيارين فقط يظهر عندي بالفيرست والسكن فأنا راح أضيف خيارات زيادة بس راح أزيد العرض الخاص بالsegmented حتى أقدر أضيف عناصر إضافية بداخله أو خيارات إضافية وتكون واضحة في ظهورها للمستخدم click على segmented control اللي أضفناه ونجي من القائمة اللي على يمين على attribute inspector في عندي مجموعة كبيرة من الخيارات راح أروح إلى خيار segment وراح أزيده من 2 إلى 4 مثلا الآن لما زدت لاحظ ظهرت عندي مساحة فاضية طبعا هي مكان للعنصر الثالث أو الخيار الثالث والخيار الرابع فعلشان أضيف فيهم أما نص أو صورة راح أجي أغير خيار segment من القائمة ورح أختار خيار طبعا هي index index 0, 1, 2, 3 الأول يكون 0 وهكذا وصعودا بعدين فأنا راح أختار index 2 اللي هو الخيار الثالث ورح أحط فيه مثلا title راح أسميه third راح أجي عند index الأخير اللي هو segment 3 ورح أحط فيه title مثلا last بعدها راح أجي أغير مثلا background للعنصر اللي أنا سويت select عليه لأن هذه الألوان default فاللي مسوي select عليه يكون باللون الأبيض ممكن أن أغيره إلى اللون أنا أحتاجه مثلا نحط هذا اللون الأزرق فيكون اللي مسوي select باللون الأزرق الآن لو نشغل بس شاشة المحاكاة نشوف شكله باللون الأزرق اللي هو زي ما شغلناه تقريبا في البداية لكن الآن كل العناصر عبارة عن أو كل الخيارات خيارات نصية لظهر المستخدم فيقدر ينتقل أي واحد يسوي select عليه يظهر أو يكون لونه محدد باللون الأزرق background نقدر نغيرها كذلك من خيار background في الأسفل فنختار أي background نحن نحب نقدر نغير عليها وتختارها باللون اللي أنت تبغى لكن أنا أحتاجها باللون default هو الأنسب اللي أنا أشوفه بالنسبة للخيارات أيضا بإمكاننا نغيرها من title نشيل مثلا هذا اللاست من title نحط فيه صورة مثلا أو أيقونة من الأيقونات اللي موجودة في السيستم أو لو أنت موجود عندك أيقونة أضفتها في folder assets فأني هنا مثلا راح أجي أختار شكل القلب هذا ورح أضيفه في الخيار الأخير فلاحظ ظهر معي شكل القلب فبإمكانك زي ما قلنا نضيف نصوص title أو أيقونات صور الآن أنا راح أشيل اللي في العنصر الأخير اللي أنا أضفته هذا شكل القلب ورح أرجع على أن يكون نصي عشان نبدأ نربط بالكود ورح أوريكم كيف أنا أحصل أو أحصل على القيمة اللي المستخدم تسوي select عليها فرح نجي نربط الآن السيجمنت مع الكلاس الخاص أو المرتبط بهذه الواجهة Alt من الكيبورد كليك على view controller بما أنه by default يكون مرتبط مع الواجهة زي ما تعلمنا سابقا الآن راح نسوي كليك يمين على السيجمنت ونربطه مع الواجهة راح أسميه segmented control connect الآن ربطه كIP outlet خلونا نقفل قائمة اللي على اليمين كليك يمين مرة ثانية ورح نسحب على view controller ورح يكون مرة هذي مربط كIP action والإيفنت رح يكون value changed الفكرة منه أنه لو أنا غيرت قيمة أو المستخدم غير قيمة من الخيار الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع فأنا أحصل القيمة المتغيرة أول بأول ورح نجي نتعرف ليش نحتاج لهذا الشيء فرح أسميه مثلا segmented did changed الآن هنا راح يجي أطبع في print ورح أقول للإندكس اللي هو الإندكس اللي هو اختاره لو نحن نحتاج نوصل للإندكس فالإندكس راح يكون segmented segmented هذا اللي ربطناه كIP outlet .selected segment index ولو نبغى قيمة النص اللي موجود في داخله فرح نقول له print ورح نختار القيمة مثلا اللي هو نقول له value يساوي ورح نقول الآن segmented control.title for segment ونعطيه الإندكس فأنت تقول لأبغى التايتل اللي موجود في الإندكس الفلاني طب إيش هو الإندكس الإندكس اللي مسوي select عليه فرح نكتب مرة ثانية segmented control.selected segment index خلونا نقفل عشان تكون نروح على الكلاس بشكل كامل حتى يكون واضح الآن إيش اللي أنا بطبع لما سوي click على واحدة من الخيارات اللي موجودة في الأعلى فرح يجي يستدعي هذا الفنكشن إنه تغيرت القيمة فلما يجي يستدعي الفنكشن هذه الإي بي أكشن أجي أطبع الإندكس يساوي وأقول لأنا segmented control.selected segment index يعني إيش الإندكس اللي مسوي select عليه أطبع لياه والvalue يساوي segmented control هذا نفسه .title for segment at يعني يجيب لي التايتل في الإندكس اللي رقمة إيش رقمة اللي أنت بسوي select عليه الآن فيروح يجيب لي القيمة أو النص اللي موجود في هذا القيمة لو كانت صورة فتقول لأ خيارها image for segmented at وتطبع الامج لكننا الآن نحتاجها كتايتل فرح نشغل شاشة المحكاة ونشوف طبعا هنا يعطينا الورنينج عشان أنه ممكن يكون هذا الإندكس اللي أنا أعطيتها إياه ممكن القيمة الرقمية هذه ما تكون موجودة فيسبب لك مشكلة فلذلك رح نزودها الآن كلك على الورنينج هو يقول لك أما أنك تحولها كسترينج أو أنك تزودني بـ default value لو ما لقيت قيمة نصية في الإندكس اللي حطيته فممكن أنا أكون حاط صورة في هذا الإندكس أو ممكن أنا أطلب منه نص لإندكس ما هو موجودة يعني مثلا نقول للإندكس رقم عشرة فما في عند إندكس عشرة فرح نزودها بـ default value لو ما لقيت نص في الإندكس هذا أطبع لي مثلاً empty string الآن رح نشغل ونشوف إشي يطبع معنا في اللوق في الأسفل الآن مثل ما هو واضح بـ default يكون سوي select على أول واحد لكن ما يستدعي الفنكشن فنكشن متى يستدعيها لما أنا أسوي click على واحد من العناصر فهي تتغير القيمة يعني فالآن لو اخترتنا الـ second نلاحظ طبع عندنا هنا في الأسفل index 1 اللي هو الـ index زي ما احنا عارفين من صفر بعدين واحد في هذا الـ index 1 والـ value اللي في داخله اللي هو title الـ second الآن نضغط على الثالث نلاحظ الـ index 2 الـ value third الأخير رح يكون الـ index 3 والـ value اللي في داخله النص اللي هو last نرجع على الأول فيقول لك 0 قيمة اللي في داخله first طيب أنا لو أبغى أعرف اشي الآن اللي أنا مسوي سيلكت عليه عادي نفس الأكواد هذه ممكن نستخدمها مثلا لو كان هنا عندي في الأسفل button لو سويت click عليه أبغى ينتقل لواجهة ثانية فأبغى أسحب القيم عادي نستخدم نفس الكود فأقول لي segmented control dot selected index لو أنا حاب أوصل للإندكس أبغى القيمة اللي هو نسوي سيلكت عليها كنص فأقول له title for segment add وأعطيه بنفس الآلية segmented control dot selected index فأحصل القيمة ليش أنا أحتاج الفنكشن اللي هي segmented dot change لو كان أنا هنا عندي في الواجهة مثلا هذه الخيارات اللي في الأعلى كان أسفل منها table view فيكون عندي مثلا في الخيار الأول مثلا مأكلات وأعلى قائمة المأكلات عندي segmented في الأعلى اللي هي المشروبات مثلا فأسوي سيلكت علي يحول لي القائمة من المأكلات إلى المشروبات segmented الثالث مثلا يحول ليها إلى الصلطات الأخير مثلا إلى أي أن كان الحلويات فأنا كلما غيرت القيمة أستدعي هنا function هذه det change وأروح أغير المحتوى الموجود في table view وأسوي له reload data فهذه الفكرة من segmented ما رح نطيل في الدرس إلى هنا نوقف نستعدكم الله السلام عليكم